مشاريع ارتباط فنية لم تكتمل في الوسط الفني قصص ارتباطات بين النجوم كتير ما كملتش رغم انها كانت قصص حب كبيرة وبين فيها تفاهم الانسجام تعالوا نحكي لكم اشهر القصص دي اولهم الفنانة منزكي والفنان محمد الشقنقيري رغم عدم موجود صور توسيق الخطوبة دي الا انها معروفة واكيدة اتخطبوا في بداية مشوارهم الفني وانفصلوا بعدها بفترة قليلة الفنانة زينة كانت مخطوبة زمان للفنان تامر عبد المنعم وده في بداية زينة الفنية وكان تامر معروف شوية عنها وقتها الخطوبة ما كملتش ورجع بعدها ارتبط اسم زينة بتامر تاني برضو بس المرة دي بالفنان تامر حسني لكن تامر وزينة ما كانوش في علاقة كل اللي بينهم هو صدقه بس طب كنت تعرف ان احمد رزق وحنان مطوع اتخطبوا بعد قصة حب كبيرة؟ حنان مطوع كانت بتمثل فيلم اوعى والشك مع احمد رزق وحبوا بعض ووصل الموضوع للخطوبة لكن بعد فترة الخطوبة تفسخت وما كملوش سوا وفضل بينهم كل احترام وتأدير حسب تصرحات الاتنين الصحفية وسنة 2007 بعد نجاح فيلم ويجا اتخطبت من نشالبي للمخرج خالد يوسف وفترة قصيرة جدا انتهت الخطوبة دي وبعدها تجاوز خالد يوسف من الفنانة التشكلية شلمارش شربت لي حلا شيحة وهاني عادل مش بس اتخطبوا لا دول كتبوا كتاب يوم 6-6-2006 وده بعد قصة حب كبيرة بينهم ولكن بسبب الخلافات الكتيرة بينهم بسبب التزام حلق ديني وقتها حصل الانفصال وبعدها تجاوزت حلق من رجل اعمال كندي وباقي القصة كلكم عارفينها طبعا خلال مشاركتهم في مسلسل الدالي اتخطبت مي نور الشريف للممثل عمر يوسف بعد قصة حب لكن الخطوبة دي ما كملتش وتجاوز بعد كده عمر من كندي علوش اما ماي فلسه سنجل لحد دلوقتي المطرب الكبير محمد فؤاد في التسعينات خطب الفنانة صابرين بعد قصة حب كبيرة واحديث صحفية ومجلات تصورهم والحب كان مولع في الدرجة جامد وفجأة وبدون اي مقدمات انفصلوا وسابوا جمهورهم اللي حبوهم مع بعض في حالة صدمة لان قصتهم كان بينضرب بيها المثال حاجة كده نفس صدمة الجمهور دلوقتي في طلاق ياسمين عبدالعزيز واحمد العواضي حسام حبيب وقبل ارتباطه بشرين كان مرتبط بقصة حب مع ملكة جمال مصر السابقة الهام وجدي والغريب بقى ان حسام وقت ما كان مع الهام عمرنا ما سمعنا عنه اي مشاكل بالعكس فضلوا سنين مع بعض وكان بينهم كيميا وتوافق كبير وفجأة سابوا بعض وارتبط حسام بشرين هند صبري والفنان السوري باس الخياط كمان اتخطبوا زمان بس ماكملوش مع بعض الاسباب غير معروفة يا ترى مين قصة الحب اللي كان نفسك تكمل ولو عجبك الفيديو تابعونا على صفحة نجوم الفن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر